اوكي قبل حوالي سبوعين نزلت مقطع وشرحت بيه قصة بيسان وجواني ولكن ما زالت الى الان تجيني تعليق اشخاص مفاهمين القصة والصراحة انا وياكم حقي يعني لانه صراحة القصة جدا معقدة وبنفس الوقت انا اذكرت معلومات شوية غلطة بهذاك المقطع وكثير امور تطبحت لنا بعد ما بدأت الحرب والصراحة انا كنت اول شخص تنبأ بهذه الحرب بهذا المقطع اللي رح احطلكم ايا حاليا واضح انه عنده فعلا فضايح ممكن تنهي بيسان يعني المهم الى الان بيسان وانس ما ردوا على جواني وبعت وقع انه حيردوا لانه فعلا اذا ردوا هتكون بداية حرب جدا قوية على كل ان نرجع البداية القصة يوم كانت بيسان تطلع بثوث على مود تتغني وتجمع شوية مصاري من بتابعين وغيرها وبعدها ايجا جواني وسحب بيسان ودخلها عالم اليوتيوب وفتح لها قناة وبدأوا يستغلون مع بعض وصاروا يسوون اغاني ومقاطع وكل اشي يخطر ببالك وبشهرين بس حققوا المليون مشترك طبعا جواني هو اللي كان يمنتج وكل اشي وحتى قطع علاقته مع كثير من الازدقاء المنهم مرسال وبنفس الوقت بيسان ايضا قطعت علاقتها ببسان واستوروا هم بالنجاح وبالمقاطع الخرافية اللي كانوا يسووها زينوين كانت النقطة الفاصلة النقطة الفاصلة هيهم سافروا جواني وترك بيسان وسافر على تركيا مؤقتا ليش سافر؟ سافر على مود ابو كان خطيئة مصاب بمرض السكري اللي شافيه طبعا وبنفس الوقت حتقيده بيد ابو وفتحوا مشاريع فتحوا شركة باسم جواني واضح هذا الاشي يزعج بيسان ويمكن امها ما اعرف صراحة ليش تزعجه وهذا الشي يزعجهم يعني وقطعت علاقتها بجواني ولكن جواني صار قلهم انه احترموا الخبز والملح لبيناتنا وخليه نرجعوا من هالكلام ولكن واضح انه بيسان في شخص كان لعب براسه طبعا هنا متاعبين كل شي ما كانوا يدرون ولكن شاكين انه اكتو شي بين جواني ليش مدي يبتقونوا من هالكلام والنقطة الفاصلة كانت من جواني يوم طلع وحكى على بيسان بمقطع اللي هو كان يوم ياسمين خرجت من فافا نابولي هذا الشي ما نكرتي هذا الشي ما نكرتي انه كان يتعب كمان انه يتعبتي بشي معين كان افكار ولا مونتاج ولا ايشي بعض جماعة اشتغلنا واحد نحن نكروا هذا الشي نكروا شهور نحن ننتجلهم ونطلع افكار بنشرلهم اياها ونعلمهم كيف يفتحوا يوتيوب ونعلمهم كيف يحطوا عنوين انت ما نسيب هذا الشي براوة عليك براوة الاصل بلواب وصراحة ان كلام جواني صحيح يعني فهو كان يساعد بيسان تقريبا بكل اشي طبعا بيسان بعدها طلعت وردت على هذا المقطع جواني وردت بعدها في مقطع ثاني بس هحطلكم بس هذا المقطع الخصير يعني هلا بدي اسألكن اذا اجا خاروف وترجاكي لحتى ترجعي تحكي معه وهو كل يومين عم يتخرفم مع بنات الشكل وانتي قلعتي شو اول شي رح يحكي عنه اكيد شرفي ونقعة هذا الشي مش كثير عجبني من بيسان صارت تقول انه جواني يطلع مع بنات انه اساسية ما كانت تطلع مع شباب هذا الوقت يعني طبعا بعدها خطعت العلاقة ما بين بيسان و جواني و جواني تقريبا نسي الامور صار يفتح مشاريع بتركيا فتح شركة وفتح كافية وغيرها من الامور امها بقى وتقريبا ستة شهور اللي قطع فيها جواني على اليوتيوب تقريبا صاروا يتكلموا عليه بثوت بستوريات ومن هالكلام رغم انه شوف شو كانت تحكي ام بيسان على جواني انا بتشرف في لجواني جواني ابننا شهم امين بيتامن على الروح انت تتكلم قد ميت لا حول ولا قول يعني صراحة شوي اكوني فاق يعني قبل كانت تقول عليه شخص جيد وحاليا بعد ما صار بيناتهم المشاكل صار تقول عليه انه هو شخص سيء يعني شيء غريب صراحة وصراحة انا ما كان جواني جدا انزعج من هذا الاشي يعني انا مش متدخل بيكم ليش انتوا تدخلون بيه ورغم هذا بقى وهم يتكلموا عليه وبعد ما انتشرت الفضيحة اللي كانت على بيسان على ممثلة اباحية تقريبا تشبه بيسان ولكن مثل ما ندري انه جواني شخص يعني نقدر نقول عليه يحب اهل بلد ويدافع دايما عنهم فطلعوا ويدافع عن بيسان رح عطلكم المقطع اللي دافع بيه على بيسان وشوفوا مرحبا كيف كان شخص يخبر في كثير من الناس من انبارح اليوم عم بعطولي فيديو فيديو اباحي لممثلة اجنبية عم يحكوا لي انه شوف هاي رفيطك هاي مدري شو ما بارد فين انا قليل شرف نشر هذا الفيديو ومتهم فيو انه هي بيسان رغم كل شيء بس انا ما برضاها انه واحد قليل شرف مثل هذا ما عنده اخلاق ينشر هايك فيديو ويغطي الوشم على البنت الاساسية من شان يظهر للناس انه هاي هي انا من نهاية ما عملت باصلي وبقال له اذا كان عندك اصل وكان عندك احترام عيب عليكم ان تنشر هذا الشيء واي حدا بيصدق هذا الكلب او بنشر الفيديو بيكون كلب مشاهدات مثل احكيته طيب حلو جواني جميل عم يدافع عن بيسان طيب وين المشكلة وراها الناس الشايب اللي تعرفوا واتوقع كلكم اللي يطلعوا يا بيسان طلعوا بالستوري مال انستغرام مال بيسان وشوفوا ايش رد على جواني قبل ما نشوف رد انس شايب صراحة بتكلم على هذا الشخص الصراحة هذا الشخص يعني كثير من اشخاص يقولوا ليش تتكلم عليه احيانا انه هو شخص كذاب او منافق صراحة الحركة اللي سوها مع جواني تثبت هذا الاشي يوم التقى معه بتركيا وكان ناوي انه يشتغل معه ولكن تركها على موت بيسان صراحة اشي مقرر اول بني اذي من تقيت معه في تركيا له اخوه وحبيب قلبي عبر جواني كفوا الاحساس بترسوق انا مش واقف مع جواني ولكن هذا الشي اللي صار يعني حطوا نفسكم مكانه جواني انه شخصين يخونوك بنفس الفترة صراحة اذا شي مزعج ومعلب نفس الوقت انه يقدرد سيدي ما ضغق يزلام؟ يا زلمي ما صدا وحكى عم بيسان وكان يحكى عليها فى العاطل صار يطلو يمال حال وبين اطلو دافع عليها ولك ريح احنا بنعرف القصة ولك انا لسان خمسمة ولك لسان بوصل لألمانيا طالع انت تحكى الدافع عن بيسان أنا بداد صعصح مان نافق عكبوكس اسما فقر saben اخلينا فهمك كم شغلة تمام انا جزم انا بامكاني اطلع و احكى عن بيسان و احكى عن القصة من قلبها ايام بش ليش انا احكى عن الستوري و لق انا باعرف شو بيسان احنا كل العالم بتعرف شو بيسان اسمعيل و احنا وضقين بيسان اسمعيل اوكي طبعا انا حيرجى ايدي الكلام الف مرة فمراح اعطلكم ياه كله مهم انتم تفهمتوا الفكرة انه جادس يقول يعني انه على جواني ليش دا الدافع عن بيسان وبالمختصر يعني اوكي انا مواقف مع احد او مواقف مع جواني بس صراحة الحركة يعني من الانس و بيسان جدا تافها يعني الحركة انه تطلع و تحكي على الشخص اصلا طالع عمودي يدافع عنك و تقول ليش تدافع استغفر الله و طبعا بعدها طلع اجواني ببيت و صار يهددهم اذا رح تحكون شي ثاني رح افضح كل اشي وبعدها طبعا كم يوم نزل الديس اللي كان رهيب صراحة و بدت الحرب العالمية الثالثة